موسيقى الهضروف الصناعي يؤدي تقريباً 95% من وظائف الهضروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياة موسيقى الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90% موسيقى الجراحة اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة للتدخل يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنزار والميكروسكوب ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون موسيقى دكتور يسري الحميلي أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري كلية طب قصر العيني جماعة القاهرة عضو الجامعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب مدير مستشفى نيورو سباين موسيقى أهلا بكم نفسي أعرف مين الجزء في الجسم المسؤون على كلمة التهور أكيد في حاجة معينة في الفصل أمامي في المخ فيه خلال عند الناس دي التهور هو إيه؟ إننا نعمل شيء غير مجرب غير مؤهلنا له جسمانياً وفيزيائياً وتدريبياً فيه حاجات كثيرة من نحن نشوفنا دي عايزة تدريبات عايزة قدرات بدنية معينة ضيف العزيز النهاردة القيمة العمودة الكبيرة والإسم اللامة في عالم جراحات المخ والأعصاب اللي بيشرفنا دايماً وبيبدأ وبينولنا مناطق مظلمة بشكل كبير جداً مش دي الوقتي بس عبره سنوات طويلة من دعمه الرائد للثقافة الطبية في عالم جراحات العمودة الفقرية الرائد القدير والإسم الكبير أستاذ دكتور يوسر حميلي أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمودة الفقرية الأستاذ بكل الطب جامعة القيارة المؤسس والمدير المستشفى نيورو سباين للجراحات المتخصصة ضيف العزيز أهلاً بيك دكتور عايب أهلاً بيك عايز أبدأ بس بحتة مهمة قوي هل لازم اللي حاد ستكون كبير عشان تطر العمودة الفقر الررر كبير ولا ممكن يبقى حاجات بسيطة وتبهدل العمودة الفقرية لا ممكن يبقى حاجات بسيطة جداً وتبهدل العمودة الفقرية ممكن مطب صغير يعمل مشكلة كبيرة جداً في فقرة عند مريض شفت مرضى مثلاً على مدى حياتي العملية كل مشكلتها إنها رجبة العربية والسواء خد مطب جابت جداً جالها كسر في فقرة مريضة جالها إنزلاغ ضروفي أدى إلى شلال نصفي مريضة جالها تزحزح فقاري نتيجة شرخ الفقرة بسبب مطب صغير أو فرمالة جندة ده ساعات ناس تبقى مجرد ماشي في الشارع وحاجة خبطته وقعته على الأرض اليوم ما هيحصل فوش كده كبيرة جداً في العمودة الفقرية وهنا بقى بيأتي دور حاجتين اتنين العقل والحكمة في التعامل مع الآلات أي أن كانت الآلات اللي أنا بستخدمها سواء أنا بستخدم منشار كهرباء بستخدم عربية بركب حتى في شغلي مش لازم كمان المغامرين الخمسة أو المغامرين اللي بنشوفهم دول في الفيديوهات اللي هو حطت كاميرا وقعد بيصور ده احنا ساعات كتير جداً التهور بيبقى في الحياة والأعمال اليومية دايماً بقول الإنسان اللي قعد على المكتب وفاكر نفسه سوبر هيرو حطت الكمبيوتر قدامه والتليفون على ودنه بيكلم زبون قدامه وما أكثر هذا مع موظف البنك لازم هيجيله ونزله جدروفي عنقي وبتحصل والتالي إحنا لازم يبقى عندنا بتنصب على الصيانة الدائمة العمود الفقري والحفاظ الدائم على العمود الفقري زي الآلة اللي في ذلك الصيانة دائمة هي اللياقة البدنية اللي لها عاملين مهمين جداً العامل الأساسي هو الرياضة والعامل الأساسي الثاني هو النظام الغذائي وأهم من ده كله بقى إن أنا أشوف شغلي بيتطلب إيه وكيف صحتي ووضعي على شغلي لو أنا هعود على المكتب فترات طويلة يبقى أنا محتاج رياضة تساعدني في ده فترات طويلة هتكون رياضتي اللي هي بتساعد على استقامة الظهر وهتكون رياضتي بتقلل الكرش وده مهم جداً لو أنا بقى راجل بشيل وبوزن وبحط أحمال وبعمل يبقى رياضتي هتبقى إن أنا أتضرب نفسي على الصقل والأوزان والكلام ده كله زي ما بنقول مفيش مرة واحدة بتحصل فيها المشكلة المشكلة هي دائماً تراكم لمشكلات صغيرة جداً 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 وتيجي مشكلة سواء كانت صغيرة أو كبيرة تسبب الكارثة الكل فيه سؤال مهم جداً وعايز حضرتك تسهب فيه لأنه المنطقة دي أنا شايف عقل الناس بعيد عن إدراكها إيه الأعراض المنزرة المقلقة الريت فلايجز اللي تبدأ تنبي المريض أرجوك بسرعة لازم تذهب إلى الاستشارة الطبية يعني أقول الجملة دي لأن أنا بقى بقى المرضى بيشتقوا من أعراض وبقى لهم سنين بيعانوا منها ومرحوش كشفوا وباستغرب جداً إن هم مرحوش كشفوا طيب هضيف لحضرتك حاجة تانية مهمة جداً المريض كمان لن يكتفي في ظهور الأعراض دي بأنه هو يروح يكشفه بس ده لازم كمان يعمل أشعة برانين المغناطيسي ولازم الكشف بتاعه ده يبقى عند حد قيمة كبيرة جداً تتناسب مع حجم المشكلة إيه بقى المشاكل؟ لو أنا بيجي لألام في الظهر أو الرقبة متكررة يومياً وفي نفس وقت الحدوث يعني أجي من شغلي كل يوم أعود مجرد ما عود في البيت أبدأ الألم يأخذ في ظهري أو في رقبتي لو أنا بصح من النوم بألام في الظهر أو الرقبة متكررة لو أنا عندي ألم بيجي في الظهر أو الرقبة وما صحوب بألم بطول زراعي أو بطول رجلي يبقى هنا إحنا بنتكلم بمنتهى الوضوح عن حاجة ضغطة على العصب من أول خروج العصب ما بين الفقرات لو أنا عندي ألم والألم ده بيجي معاه تنميل في الأطراف سواء في الإيد أو الرجل لو أنا عندي ألم وبدأت إيدي تضعف أمسك كبيرة الشاي إيدي تتهز ألاقي نفسي مش قادرة أزرر الأميز بتاعي بشكل كويس جداً لما بمسك حاجة دقيقة بتفلت من إيدي وبالتالي إحكام عضلات إيدي الدقيقة ما بيحصلش يبقى أنا لازم هيكون عندي مشكلة في الأعصاب وتحديداً في الفقرات العنقية لو أنا بيجي للألم ده وبدأ يبقى عندي ضعف في القدم يعني الرجل بدأت تفلت مني لما أجي أعدي السجادة تكعب لني لما أمشي طوبة صغيرة توقعني أمشي ألاقي رجلي بتحدف أمشي ألاقي معنديش اتزان أمشي ألاقي نفسي وبقع أو بامشي على ناحية لو أنا بعرج نتيجة ألم بطول رجلي لو أنا عندي ألم وبدأت أحس أن أنا كمان رجلي أو إيدي بتخس يبقى العضلة بتقل لو أنا عندي ألم بتيجي أو ما عنديش ألم وبدأت أحس أن أنا إيدي بتترعش وضعفت والعضلات بتاعت إيدي خست أول درجة أن العضم باين يبقى أنا عندي مشكلة في الفقرات العنقية لو أنا عندي ألم وبدأ يبقى عندي عدم تحكم في البول قبل ما أدخل الحمام البول عايز يجري مني دي نقطة مهمة جداً المريض اللي عنده آلام أو عنده تنميل وبدأ يحس أنه هو مش قادر على الاتزان في المشي نقطة مهمة جداً جداً كثيراً من مرضى الفقرات العنقية الآلام لا تتناسب مع حجم المشكلة يبقى عنده آلام بسيط قوي بس عنده تنميل أو العضلة بتخس فإيده تبان أنها نحيفة جداً جداً الآلام اللي بتيجي في الظهر وبتؤدي إلى ضعفة في العلاقة الجنسية كل دي حيات مهمة جداً جداً كل دي أعراض ما ينفعش معاها السكوت وما ينفعش كمان أكتفي بأن أنا هروح لدكتور ويديني شفاية مسكنات أو مهدات لازم أعمل أشعط رنين مغناطيسي ولازم أرجع لمتخصص وما نخافش دايماً أنا مش هروح للجراح عشان يقول لي عملية لا ده أنا هروح للجراح عشان هو أول حد هينبهني بأمانة شديدة إزاي أتجنب العملية لو أنا جاي في وقت مناسب لكن مشكلة الجراحين أنه هو الناس بيجي لهم بعد ما تبقى خلاص ما ينفعش أجري الجراح لكن لو أنت جاي تاخد رأيي الجراح ده بدري بدري تأكد أني 80% من الحالات هنقول لها لأ مفيش عملية خد علاج اعملي الصح في كذا في كذا في كذا في كذا بنلمس ده في المجتمع حتى نلاقي واحد صاحبك مش تكي أنا عندي مشكلة في كذا طب نعمل أشعة طرانين ده مش مستهل قوي يعني اكتب لي بس حاجة كده أنا هعمل أشعة طرانين عشان أهتم بيك مش مجرد أن أنا هديك شوية أدوية أو مسكنات هي أشعة طرانين دي هتقول لي المشكلة إيه وفين وإزاي على المدى البعيد أتجنب أن أنا أدخل في حيز العمليات الجراحية ظهر معنى مهم منتشر دلوقتي جداً هو جراحة المحدودة التدخل ما المقصول بكلمة محدودة التدخل؟ وهل أصبحت كل الجراحات يمكن أن تؤدى بهذا الأسلوب اللي هو محدودة التدخل؟ هو مفهوم جراحات محدودة التدخل نشأ نتيجة التقدم العلمي في الجراحة واختراع الميكروسكوب والمنظار والليزر والجراحة الملاحية وبالتالي دي بدتنا الفرصة أن أحنا نختازل العملية الكبيرة جداً جداً في عملية صغيرة مش معنى محدودة التدخل أن أنا هعمل حتة من العملية واسم حتة مش معنى أن أنا هعمل العملية بالجراحة الملاحية أو بالمنظار أو بالمايكروسكوب جراح تاني ما بيشتغلش من حاجات دي يضحك عليك وقول لك لا نعملها فتحة أحسن عشان نعمل كل حاجة لا إحنا بنعمل كل حاجة في الجراحة محدودة التدخل بس يعني إيه مفهوم محدود التدخل هو بالظبط كده زي أنا عندي قوضة القوضة دي عايزة أدخلها أنا معايا المفتاح بفتح بالمفتاح وادخل واحد تاني معوش المفتاح يكسر الكنون يكسر الباب الجراحة التقليدية النهاردة بقت زي كسر الباب مش كل عملية دخول للبيت هكسر فيها الباب أنا أضطر أن أكسر الباب لو فقدت المفتاح إمتى أفقد المفتاح أنا كمريض أفقد المفتاح لما أفقد الجراحة الشاطر الماهر الممتاز اللي بيعمل الجراحة التقليدية بكفاءة شديدة وبالتالي الجراحة اللي بيعمل عملية بالمنظار أو بالمايكروسكوب بيستخدم الجراحة الملاحية بيستخدم هذه الوسائل هو أقدر الناس على أن يعمل لك جراحة تقليدية لو احتاجتها ولكن إحنا فكر الجراحات محدودة التدخل ده عشانك أنت كمريض علشان ما تقعدش كتير في المستشفى علشان بعد العملية تقدر تمارس كافة أنشطتك بشكل طبيعي جدا لأن إيه اللي بنعمله في الجراحات محدودة التدخل إحنا بنحفظ لك على الأنسجة الطبيعية قدر المستطاع وبنستخدم حتى في الوسائل البديلة إذا كانت دعامة أو غيره بنفضلها عن المسامير والشرائح والكلام الكبير أو ده علشان هي أقل ما يكون في إصدح داس ضرر بالتركيب الطبيعي للعمود الفقري اللي ربنا خله بس إوعى تنخدع أو حد يضحك عليك وإلك عملية بدون جراحة ويأخذك يعمل لك حاجات ما هي الصحة ومش مناسبة لحالة الخزط هروح بقى اللي معنا مهمة أوي هو المنظار والمايكروسكوب أدوات رائحة جدا كلها تعني القيمة في أن أنا أشوف بشكل أفضل المنظار بدينا فكرة التدخل المحلول بشكل كبير جدا كذلك الميكروسكوب لكن ليه بعض الناس وضع المنظار والمايكروسكوب على أنهم متنافسان لماذا يظهر وكأنه فيه صراح خفي ما بين المنظار والمايكروسكوب ده بيبان في الحوار أحيانا لأنه غير متخصص أنت عرف ده أنه غير متخصص هو شبطان في حاجة وعجبها الفكرة وبيروج لها بشكل غير طبيعي وهو مش متخصص لأن المتخصص دايما أو الشاطر الحاجات دي كلها بالنسبة له هي وسائل مساعدة أنا النهاردة هستخدم ممكن أستخدم المنظار في خطوة واحدة ممكن أستخدم المنظار في العملية كلها وأكتفي به ممكن أستخدم الميكروسكوب في خطوطين والمنظار في خطوطين أنا النهاردة اللي عنده القدرة على أنه هو يعمل ويستخدم كل هذه الوسائل في الجراحة هيعمل دي للمناسب ليه وديه للمناسب ليه زي بالضبط كده الأدوات الحاجات المستخدمة في تزبيت الفقرات في مريض يقول لك أنا مش عايز أعمل العملية وأعمل تثبيت للفقرات أعمل العملية من غير ما تعمل تثبيت للفقرات لأنه خايف من الأسلوب التقليدي القديم اللي هو بيفتح فتحة كبيرة جداً ويحط شرايح ومسامير وترجع تتكسر وترجع تفلت من مكانها وترجع كلامنا كله تغير تماماً بالوسائل البديلة بنستخدم الدعامات حتى لما بنستخدم المسامير بنستخدم مسامير زكية اللي هي فيها نوع من الحركة بنستخدم الحاجات دي في نطاق ضايق جداً في حدود المسموح به ولا نوسع استخدامها لكن لما تروح لحد غير متخصص هتلاقيه بدل ما بيسبت فقرة بيسبت عشرة بدل ما يفتح فتحة صغيرة بيفتح فتحة كبيرة وهكذا إحنا ليس لدينا أي تعصب لأي حاجة بنستخدمها في الجراحة وإن كانت هذه الأشياء مصممة ومعمولة علشان نوفر على المريض فإحنا بندمجها كلها علشان نديله الكوكتيل الرائع اللي يناسب حالته ويديله أفضل وأحسن النتائج وأثر على وسيلة للتحسن طيب يعني عندنا قضية بقى لازم نخطيها الجراح الملاحية هل هي إحدى وسائل التعامل مع مشاكل الغضروف بمحدودية التدخل ولا الجراح الملاحية تضمن أن العملية تؤدى بأفضل طرق الأمان وبعيداً عن لمس أو الإصابة لأي تكوين قد يؤثر على المريض زي عصب زي شريان زي وريد زي عضل دائماً برضو بقول المثل أنا رايح لوحد صاحبي في زقاء في حارة في حتة بعيد جداً مزنى مزنى وفيها ميت حاجة هتشتبه مع بعضها فبقول له من فضلك إبعاد للوكيشن بقول دائماً مشغل الموبايل بتاعي وماشى على اللوكيشن هنا هوصل بسرعة ومش هسأل حد في الطريق وهوصل للمكان في لحظة ده كمان بقى يا سلام لما بد من مع اللوكيشن ده استخدام القمر الصناعي في أن أنا أعرف أماكن الزحمة فين وما عديش منها وأعرف أن أنا أوصل للمكان ده بكذا طريقة هي دي الجراحة الملاحية وبالتالي أنا لو أعمل عملية تقليدية أنا محتاج الجراحة الملاحية لو هعمل عملية بالمنظار أنا محتاج الجراحة الملاحية لو هعمل بالمايكروسكوب أنا محتاج الجراحة الملاحية ليه؟ أنا بضيف لنفسي وللمريض بتاعي وسيلة أمان عالية جداً جداً مش هتضر في حاجة ده بالعكس هي بتديني المؤشر في لحظتها أنا هنا أنا هناك أنا روحت أنا جيت أنا شلت الغدروب بشكل كامل هذه التطورات فيه ناس تعبت كتير جدا عشان توصل عنها وناس تعبت كتير جدا عشان تحولها من فكرة علمية واختراع إلى أداة مستخدمة وناس تعبت كتير جدا عشان تتضرب على استخدامها وبالتالي دي نعمة كبيرة جدا عند ربنا أنها تبقى موجودة يبقى أنا هستخدمها مش تعصبا لها ولكن تعصبا لمريدي اللي اختارني وحط سقطه فيها شوف هنا أنا باستخدم إيه باستخدم حاجة آلة دقيقة جدا جدا لو أنا باستخدم الجراحة العادية مش هشوف الآلة دي مش هقدر أشوفها إلا ما أفتح فتحة كبيرة جدا هنا الجراحة الملاحية قدتني الميزة الكبيرة جدا إن أنا أشوف آلتي وهي شغالة واشوف شلتها دي من الورم أو الغدروف ولسه الباقي ما تشلش وبالتالي لما أحط كمان دعامة أو أحط حاجة بديلة للغدروف أحطها في المكان الصحيح 100% مش هحطها وترجع تعمل أشعة هتلاقيها أراحت في حتة تانية تعالوا نسمع أبو العريف يا بيشة سبق وكلمت ساعتك عن المقعد الجيلاتيني وحلاوة المقعد الجيلاتيني للظهر ومشاكل الظهر قلتلي ساعتك دا كلامي يحترم للسليم ما ينفعش علاج بصراحة أحركتني هجم علمية لجمتني بس شوف ساعتك الهجمة المرتدة حزام الظهر أصلا يا بيشة اسمه الحزام المشد يعني بيشد الظهر يزبط الكتف والرقبة وكافة شيء يعني الواحد لو فضل لبسه تحت الهدوم يخلي الظهر والرقبة والكتف يتطبعه على الفردة أي مشكلة حاجة متحركة كده ولا كده تتشد مع الوقت ترجع مكانها أهو دا بقى اللي ينفع للسليم والمريض صون فصون دي قضية مهمة جدا قضية انزلاء غضروفي حالة صعبة جدا تلخص هذه الحالة في الإنسان يقولك في إعلان كده البيع بتعاني من انزلاء غضروفي وألم في الظهر تعال أبعلك المشد والحزام هيزبط لك ظهرك المقعد الجيلاتيني عشان القعدة تبقى مش عارف إيه والناس بتصدق وبتروح تشتري بمبدأ الغرقاني يتعلع بقى الشاي دا برضو رجعنا للنفس النقطة انت شخصت مشكلتك إزاي وعايز تحلها إزاي هشخص مشكلتي في أي حاجة في الدنيا لازم أروح له متخصص اللي بيشخص المشكلة هتديله كل المعطيات بأمانة شديدة جدا وهسمع اللي نصحته بأمانة شديدة جدا يبقى النهاردة لما هروح بعيدة عن النقطة دي أنا كده ضليت مية في المية من المشكلة مش خمسين في المية مية في المية من المشكلة لأن أنا اللي وديت نفسي للغلط اللي هيقولك مشكلتك دي تتعامل بيها إزاي وتحلها إزاي هو المتخصص في حل هذه المشاكل اللي عنده العلم والخبرة والأمانة وبالتالي لو أنت روحت بعيد خلاص يبقى أنت رجعنا لنفس القصة مين هيقول إن الحزام مفيد؟ الجراح أو الأستاذ الدكتور اللي متخصص في العمود الفقري أو بيعمل العمليات وبيعالج وبيشخص وبيحدد ساعات الحزام يبقى مفيد جدا وساعات الحزام يبقى مضر جدا وساعات التعود على استخدام الحزام يضر أنه يعمل ضمور في العضلات والمريض يفقد حاجة مهمة جدا ما كانش مفروض يفقدها وفي كثير من الأحوال الحزام ما هو إلا علاج ظاهري هناخده أو هنستخدمه لوقت معين وبطريقة معينة زي الرقبة الساندة للفقرات العلقية نفس القصة رجعنا لنفس القضية برضو مين هيشخص لي؟ مين هيديني العلاج؟ المتخصص هيقول لي دا ينفع لك أو ما ينفع لكش أبو اللي عريب بقى والفتاة واللي بتكتر في حوالين المريض دي أكتر حاجة تتوه السفينة أن يبقى فيه أكتر من قائد أوروبا أنت في سفينة المرض عشان ربنا يشفيك معك خريطة ودليل مش هتعمل بيهم حاجة لكن لو معك قائد خلاص هو دا اللي هيقول ودايما في قانون البحار واحد بس اللي بيبقى كلامه بيمشي ليش حد يمشي كلامه في السفينة أو في الطيارة غير القائد وده مهم جدا وفي الحرب كذلك لما نسحبها دي أو نعممها على كافة أمور ما اللي هيقول أعمل حقت أعمل تردد حراري أخد علاج أنام في السرير أعمل علاج طبيعي أشد الفقراب أعمل عملية بالمايكروسكوب أعمل عملية بالمنظر الطبيب زو الخبرة زو العلم زو الأمانة ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة والإسم الكبير يبقى يفتخر بوجوده معنا وأي مكان يفتخر بوجوده معنا الأستاذ دكتوريوس الحميلي نورت وشرفت و أفدعت طبعا ضيف العزيز أستاذ والسشاري جراحات البخ والعصاب والعمود والفقر الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة والمؤسس والمدير لمستشفى نيروس بايم للجراحات المتخصصة واحد من مجسر هذا المجال في الوطن العرج والإسم القدير مصريين وعربين وعالمين كان في الناس الحل وخليكم مع الناس الحل اشتركوا في القناة